الطبق ده ما بنشوفوش غير في الرمضان الخشاف تعالوا نعمله بطريقة مظبوطة ويطلع طعمه تحفة هنجيب الحاجات الموجودة عندنا انا جبت مش مشية وحطيت بلح وحطيت اراسيا وحطيت تين مجفف اي حاجة من الحاجات دي لو نقصة مش هتغير في الوصفة وهتبقى حلوة جدا جبت البلح وغسلته قصيته وشلت منه النواي اللي جواه وقطعته كده بالمقص يكون حجمه صغير انا بحب اقطع الخشاف قطع صغير عشان اقدر اكله بالمعلقة لانه لسه حجمه بينفش لما نحط عليه سويل حطيت البلح وحطيت المشمشية وحطيت التين والقراسيا تقدري تعملي 3-4 وحدات من كل نوع بيديك كمية كبيرة وحطيت شوية من الزبيب وبعدين حطيت امر الدين وامر الدين العصير عملته معاكو في فيديو فات هحط امر الدين مش هحط اي سكريات لانه امر الدين في سكر واصلا الفواكه اللي احنا حطناها كلها فيها سكر فاكها تنفش فيه كده ويبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بنقدمها بيبقى طعامها تحفة ونحط عليها مكسرات في الاخر لو عايزة تعملي وصفات رمضانية المزبوطة سيبالك تطبيق خاص بوصفات رمضان في اكتر من 300 وصفة لرمضان تطبيق موجود في اول تعليق او في البايو التطبيق مجاني وبيشتغل بدون انترنت كل الوصفات هتعمليها في البيت انه الاسعار بره بقت خيالية وقال لي طبق من ده يكلفك كتير جدا بره تقدري تزينيه باي مكسرات وبالفه هنا